أعربت الأمم المتحدة عن استيائها لقيام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالهدم عمداً لبرج مراقبة وسياج محيط بموقع للأمم المتحدة في منطقة مروحين في جنوب لبنان وطالبت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل في بيان لها مجدداً الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات وقال البيان إنه بالرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة وعلى البلدان المساهمة بقوات لأن جنود حفظ السلام لا يزالون في جميع مواقعهم وسيواصلون القيام بالمهام الموكلة إليهم في المراقبة ورفع التقارير